عايزين نقول مبروك للمرة المليون وإن شاء الله في تزايد لأبطال مصر اللي سيطروا على جوائز بطولة فلوريدا المفتوحة للسكواش هنا بمشاركة 17 لاعب ولعبة من منتخب مصر بنكلم رجال وبنتكلم سيدات نور الشربيني تووجت المصنفة الأولى عالميا لسيدات السكواش بلقب البطولة بعد الفوز على هانيا الحمامي مصرية أيضا وفاز المصري مصطفى عسل بلقب البطولة في منافسات الرجال بعد ما فاز على مازن هشام يعني حرجع أقول تاني نهائي مصري خالص على سواء السيدات أو على صعيد الرجال الفنال بتاعنا مصري مصري فطبعا ده إنجاز وحاجة لازم نفتخر بيها ومنتائج أبطال مصر في السكواش بجد المتولية والمتتابعة في كافة المراحل العمرية نشكلم مثلا على عمر معين لا حتى الناشئين حتى يعني رجال وسيدات في كل الأعمار فبيحفظوا ده مش سهل على استدارة المصرية العالمية في السكواش بعد انضمامهم كمان أو بعد انضمامها للألعاب الأولمبية نتمنى بقى مصر تكون هي المسيطرة الأولى والأخيرة على الميدليات الذهبية إن شاء الله في البطولات القادمة والأولمبيات القادمة اشتركوا في القناة